إصابات عديدة رصدتها عدسة كاميرا الحرة بأمراض الليشمانية أو ما يعرف بحبة بغداد بين صفوف الأطفال في ناحية آلب دير شرق الديوانية فضلاً عن أمراض جلدية أخرى الأهالي طالبوا الحكومة بإنقاذ أطفالهم المرض انتشر بشكل فضيع جداً ما تحدد يعني جاء ينتشر خاصة عندنا أطفال مدارس والأطفال اللي بعمر 12 سنوات 8 سنوات 9 سنوات عدنا حبة بغداد عدنا جرب عدنا هذا مرض لحد الآن اللي انتم صورتوه شفتوه ما عرفنا لحد الآن الآن الخدامات الصحة مفقودة السلطات المحلية في الناحية حذرت من الانتشار المستمر لهذه الأمراض الجلدية في ظل غياب الرعاية الصحية وانعدام الخدمات فيما اتهم نواب وزارة الصحة بالفشل في تدارك الموقف محملين إياها مسؤولية تردي قطاع الصحة للأسف كانت إجراءات الصحة الديوانية وإجراءات مستشفى عفك والمستوصف الصحي في ناحية تالب دير هي إجراءات غير كافية لغرض الحد من انتشار هذا المرض حيث ذوحظه أن تلقي العلاج في مستشفى عفك حصرا وتقديم العلاج في مستشفى عفك حصرا علما أن بعض القرى المصابة في ناحية تالب دير تبعد عن مستشفى عفك تقريبا 80 كيلو متر هذه الأمراض انتشرت بسبب غياب المتابعة الوزارية لأننا نعلم جيدا بأن الوزيرة والاستاف الوزاري يعمل فقط في بناية الوزارة أما المناطق النائية التي هي أصبحت مصدر لهذه الأمراض وبدأت تنتشر من المناطق النائية إلى مراكز المدن مديرية صحة الديوانية أكدت أن قلة التخصيصات المالية كانت السبب في منعها من رش المبيدات بالكمية الكافية وأنها تقوم في الوقت الحاضر بالمتابعة ومعالجة المرضى للأسف العام الماضي نتيجة لقلة التخصيصات لم يتم القيام بالرش بالكمية الكافية بس اعتمدنا بشكل أساسي يعني رشينا جولة واحدة واعتمدنا على التضبيب المسائي اللي هو ما يقتل وإنما يقلل الكثافات علاج متوفر وشكلنا فرق من أطباء جلدية إلى الأقضية الحمزة وعفك والشامية وخاصة القضاء اللي ما بيه طبيب جلدية أعداد كبيرة من الإصابات بمرض الليشمانية وحبة بغداد سجلت في هذه المنطقة خاصة عند الأطفال في ظل غياب الرعاية الصحية التي كانت السبب في التساع نسبة الإصابات كما يقولوا مراقبون من ناحية آلب دير شرق الديوانية ميثم الشباني الحرة